اشتركوا في القناة وتفاعل جميع السيدات والسادة الغزراء مع هذا الموضوع هذا أولا الذي ألمنا جميعا ألمنا على المجسوى النفسي وأن طفل صغير في عمره خمس سنوات تعرض الواحد للحاديث وبالمناسبة الطفل في عمره خمس سنوات كيفما قلت تقريبا الآن قربنا 48 ساعة باش الطفل سقط في هذا التقب لمشي بئر هذا تقب مائي العرض دياله تقريبا حوالي واحد للخمسة وربعين أو لخمسين سنتيمتر الحكومة منذ أن علمت بهذه الحاديثة تجندت وتجندت بقوة محاولات كثيرة قامت بها الحكومة وقامت بها لجل انقذ على المستوى المحلي باش انقذها الطفل هذا وهنا رجاء 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 بلدنا مكينش شي موقع انها يعني التنعت بانها ما عنداش الاليات ولا ما عنداش الخبرة ولا ما عنداش ومنك نحتاج المساعدة الحكومة ما عندحتها مشكلة انها تطلب المساعدة خاصة في قضايا ترتبط بحياة المواطنين ولكن ما فيها بس نتكلمو على الظروف والملابسات ديال الطفل هذا اولا طربة لانه باش نتفقو مجموعة ديال السيناريوهات وضعتهم لجل انقذ محليا وبتتبعين مباشرين من طرف سيد وزير الداخلية ووزير الصحة وايضا باش رافين من السيد رئيس الحكومة وكان السيناريو الاول واش ما يمكنش نوسعو القطر ولكن طربة المشي نحتو اسعنا القطر لاقدر الله نقدروا نطيحو في شي مشكل ديال السقط ديال الاحجار وديال الطربة وديال كذا تم التفكير واش يمكن ننزلو شي واحد من اعضاء لجل الانقاذ قدرت محاولات عديدة في هذا الاطار هذا لأسف كلها ما نجحتش لانه كانت كنت تلقاب واحد العائق تم التفكير اننا نحفروه بشكلين موازي ونحاولوه نوصلوه للطفل ونديروه واحد المنفد منين تقدم على المساوى اللي وصلنا له ما كينش مشكل للآليات ورجاء مرة اخرى هديرها المملكة المغربية ما شيش بلاد واحد اخرى را عنا الامكانية والقدرة والتجريبة والحس باش نتدخلوه هذا هو اللي كيدار ولجل انقاذ مشكورة واصلت الليل بالنهار 48 ساعة الان لكي تنقذ هذا الطفل لان هذا الموضوع مأساوي على المستوى النفسي ونحنا كان كان حطرسنا فضعيات الوالدين ديالو والاقارب ديالو والاهل ديالو والاحباب ديالو اللي كي ينتظروا في اي لحظة انه يكون الفرج قلت المشكل الاول هو المشكل للطبيعة ديال الطربة ففي اي لحظة كتخاف اللي درتيش تدخل قوي من طرف الآليات والاجهزة والآليات والمركبات انه لقدر الله تقيس شي شي جانب معيان ونوليف شي مأساة واحدة اخرى والمشكل التاني هنا لا بد ان اكد عليه هو المشكل ديال كتافة المواطنين اللي كي يحجوا بكتافة هذه المنطقة هاديك واللي صعبو من المأمورية ديال اللي جال الانقاد اللي جال الانقاد تشتغل في ظروف صعبة صعبة جدا اولا بغية توصل لنتائج ثانيا الكتافة ديال المواطنين وما فهمش وهنا اناشد المواطنين انهم يخلوا هاد اللي جال الانقاد تشتغل في ظروف باش نقدروا جميعا ان شاء الله نجحوا ان هذا الطفل هذا اننا يعني انقدوه تانيا على مستوى الطبي تم تسخير كل امكانيات طبية محليا وكل شي موجود وكل شي كي يستعد باش ان شاء الله لا استطعنا في الساعات القليلة القادمة لانه قربنا ان شاء الله يتم الانقاد ديالو باش يتكون واحد المواكبة طبية متخصصة اللي يتواكبه ان شاء الله حتي يمشي المستشفى فقلوبنا مع العائلة ديالو قلوبنا مع الاهل ديالو انتمنى والله سبحانه وتعالى متضرعين مخلصين انه ينهي هاد الازمة هدي ويرجع الطفل يعني للحضن دي العائلة ديالو قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي